حدثنا هارون بن معروف قال قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنن بن سنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر حدثنا عبد الله حدثناه أحمد بن حاتمين الطويل حدثنا عبد العزيز الدراوردي مثله حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحي بن هند أنه سمع حرملة بن عمر وهو أبو عبد الرحمن قال حججت حجة الوداع مرد في عمي سنان بن سنة قال فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى أسبوعيه على الأخرى فقلت لعمي ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول إرمو الجمرة بمثل حصل خذف